نساً مكملين حلقتنا النهاردة عن اليوم العلامي للشباب دلوقتي حنتكلم عن موضوع مهم جداً ربما بيخص قطاع كبير جداً من الشباب اللي نقدر نسميه الشباب الطموح نتكلم النهاردة عن ريادة الأعمال وعن دورها في تشجيع الشباب إنهم يندمجوا في هذا المجال المهم بأعمال وببزنس وبفرص ربما يقدروا من خلالها يوفروا فرص عمل حقيقية لشباب تانين يقدروا من خلالها يدعموا تمكين الشباب اقتصادياً يقدروا من خلالها يخلقوا جيل جديد من مؤسسي الشركات الناشئة والشركات الصغيرة خلينا نرحب في الستوديو بضفنا الدكتور عاطف الشبراوي والستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور وصلاح الخير على حضرتك أهلاً وسهلاً بيك وصباح الخير طبع كبير جداً من الشباب بيسألوا إزاي نبدأوا إزاي نعمل حاجة اسمها ريدة أعمال هل ريدة الأعمال هي شيء مقتصر بس على الشباب يدارس في الجامعات الأجنبية والشباب الحاصل على الكورسات ولا هو ممكن يقدر بمجموعة بسيطة من النصائح أو التبس إنه هو يبقى أحد رواد الأعمال والحقيقة إنه عندنا نظليات كتيرة في موضوع هل إحنا كلنا مولودين عندنا قدرات وإمكانات إنه إحنا نكون رب أعمال أرباب أعمال يعني يكون عندنا فكرة وانطورها ويكون عندنا مهنظفين أو إحنا البعض مننا خلق بقدرات فائقة في الإدارة وفي الاتصال وفي التعرف على الفرص لكن الحقيقة فيه أقاويل مختلفة ونظريات لكن إحنا في النهاية ريادة الأعمال عبارة عن ممارسات لها ثلاث مراحل يعني أول مرحلة هو التعرف على الفرص الموجودة حوالينا فبالتالي تحتاج مننا قدرات لها علاقة بالفضول الاهتمام بالتفاصيل يعني أي أحد فينا ممكن يكون عنده القدرات دي لكنها كمنا محمد يونس صاحب جيزة نوبل قال أن كلنا رواد أعمال حتى تثبت الفرصة الحقيقة يعني إحنا كلنا في قوى كاملة عندنا الشيء الأول هو التعرف على الفرص الشيء الثاني هو كيفية إدارتها توصيل الفكرة أنه إحنا ليه فيه فكرة سويفل اللي هي كانت إحنا كلنا بنشوف العربات الميكروباس طب ليه ما يكونش فيه أبليكيشن لأنه فيه منصات ففكرة أنه ليه ما يكونش دي محتاجة إدارة بقى الفكرة والتحمل تبعياتها وبعدين مرحلة التالتة أنه ممكن يبقى المثل اللي أنا قلته سويفل يبقى حاجة كبيرة رواد الأعمال بيختلفوا على أصحاب المشاريع الصغيرة في حاجة مهمة أو فيه نوعين من ريادة الأعمال أو ريادة أعمال الحاجة أن الشاب بيتخرج من الجمع أو ما يدخلش الجمع أو المرأة معيلة بتدور على أي نشاط تقوم بيه عشان يضر ليه دخل ده في الآخر بيكونه طريقه المشروع أما بتجبر الأسرة المنتجة اللي بتشتغل في البيت بتبقى مشروع صغيرة بتعمل محل لكن رائد الأعمال بيكون عنده مهارات مرتفعة شوية فهو أول حاجة بيكون في عمر الشباب اللي فيه طاقة وحركة بيحتاج معلومات ومحتاج يعني مش شرط أن يكون خريج جامعي لكن يكون عنده محتوى إضافي لأن ريادة الأعمال بتختلف على المشروع الصغيرة فإن معدنة مواهة عالي جدا معدنة الربح فيها مرتفع بشكل كبير إحنا شفنا شركة سويفل أول شركة في العالم العربي راحت بورسد نازدك وكانت قيمة السوقية لها مليار ومتين وخمسين مليون دولار طبعا ما فيش شركة عربية عملت الإنجاز ده وفيه فترة وأربع سنوات فطبعا من رأس مال كان حاجات بسيطة جدا عائلية وشخصية ومدخراتهم فطبعا ده نوعية من المشروعات المجتمع محتاجها لأنها تعمل قيمة مضافة كبيرة جدا للمجتمع يعني إحنا لو سويفل عندنا عشر عندنا مية بيدخلوا نقد أجنبي بيشتغلوا على عمالة كسيفة هم كمان بيشتغلوا في تطبيقات خاصة التطبيقات الإلترنت والموبايل بتبقى فيها أفكار بسيطة وكسيفة الاستعمال يعني يستعمل نقول إن مختلف في الموضوع إن المشروع الصغير قائم على وجود منتج لكن ريادة الأعمال قائمة على وجود فكرة أو حاجة محدش فكر فيها قبل كده وناخدها للفل تاني أو لمستوى آخر ويتم بقى العمل على هذه الفكرة مش لازم يبقى في إيدي منتج أنا بس اللي بعرف عمله لكن الفكرة أنا بس اللي فكرت فيها تمام وده فعلا يعني ده اعتبر رؤية جميلة لأن إحنا فعلا المشروعات الصغيرة هي مشروعات حدث مو صاحب العمل يعني الشركة النشأة ما فيهاش حدث مصاحب العمل لأنه بيكون شركات وبيكون أسهم من ناس يعني شركات تمويل مغامر وسنديق استثمارية وحاجات كتيرة فما فيهش مفهوم رب العمل لكن الشركة الصغيرة اللي هي محل محل أو نشاط تجاري محدود زي الشركات العائلية يعني شركات العائلية مفيش فيها شركات يعني وصلت المرحلة ريادة لأن هو اللي أسسها كان رائد العمل اللي هو كان عنده الفكر المتطور بعدين بعد كده بقت تدار بشكل أنها تحقق ربحية تستديم أشياء كتير الفرق زي ما حدث قلت ما بين المشروع الصغير أن من غير محد يزعى مننا الطموح مختلف طبعا لأن فيه حد طموحه نيخلق رات يعني مرضود اللي بيعمل محل صغير ياخد منه في آخر اليوم أو آخر الشهر مبلغ بيعيش منه وبيعيش حياة رغدة غير اللي بيعمل فكرة عاوز يخليها فكرة كونية ويعمل منها مئات الملايين من الدولارات من الأرباح ده توجه وده توجه خطوط متوازية والاتنين الاقتصاد محتاجهم والاتنين مهمين جدا المشروعات الصغيرة الانتاجية والصناعية خاصة الاقتصاد محتاجها أكيد ودي حاجة احنا ما بنهربش منها لكن هو الحقبة الأخيرة العشرين سنة الأخيرة مع تطور تطبيقات الانترنت والهاتف المحمول أصبحت دي منصة بتاعة الأفكار الجديدة يعني احنا كل البيع أونلاين كل الأشياء اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي فيزيتة يعني من غير أسماء يعني احنا ممكن نكشف أونلاين ممكن نشتري ممكن نعمل استشراء كل حاجة فبالتالي بقى مجال خصب جدا كأنه هو الانترنت أصبحت محل كبير ما هو ده اللي يعني هل عشان أبقى رائد أعمال لازم أبقى مرتبط بشكل تكنولوجي ولا يعني ممكن نبقى رائد أعمال وافتح محلات تجزئة وافتح شركة للقطع الغير المستوردة ولا هل رائدت الأعمال مرتبطة فقط بالأي تي أو المشاريع لا هو سؤال جميل سؤال جميل والحقيق احنا عندنا حالة مشهورة جدا وهي محلات شهيرة بتاعت مستحضرات التجميل اللي هي مواد بتاعتها كلها مواد عضوية مش هقول اسمها للدعاية ليها مؤسسها واحدة بريطانية من قصد أرجنتيني اسمها وعملت محل كانت بتبيع مستحضرات التجميل اللي هي مكونة من مواد عضوية بس شافت هي كان بتلف في مجموعة الهيبيز فشافت في الهند بيعمله زي الحنة أو في أفريقيا وعملت فكرة أنها تعمل منتجات متخصصة في صديقة البيئة ولو يعني منخفضة التكاليف وهو المحل شهير جدا دل رائدت اسمه بودي حاجة كده مش هنقول اسمه لكن الفكرة أنه هو رائدة الأعمال دي دخلت في مجال في مساحة مش مأهولة أنها تعمل مثلا منتجات صديقة للبيئة يعني دورت على الفكرة المختلفة لكنها ملهاش علاقة بالآي تي وهي الست دي يعني توفت من حوالي أربع سنين كانت تاني أغنى مرأة في إنجلتورة بعد الملكة وبالرغم أنها بدأت مشروع متناول صغر وكانش فيها علاقة بالتكنولوجي لكن كان ليه علاقة طبعا بأنها فتحت أسواق جديدة في مجالات ما كناش إحنا مأهولة الكلام ده كان في الثمانينات والتسعينات دلوقتي فيه مشروعات بنطلق عليها ريادة العمل الاجتماعية ريادة العمل الاجتماعية اللي هي كل ما لها خدمات اللي علاقة بالصحة وبالتعليم وبتمكين الفقراء وتمكين زو الإعاقة ريادة العمل الاجتماعية مبنية على التعامل الإنساني يعني يقدمون خدمات بشكل مدعوم أو بشكل فيه استعمال ذكي للموارد ما لهمش علاقة تقريبا بالتكنولوجي لأنه يتعاملوا على الأرض مع الناس بمشاكل يعني مثلا السكن الاجتماعي مثلا فيه تطور دلوقتي الأشكال كتيرة منه يمكن لو قلنا أن فيه شبكة عالمية دلوقتي الفنادق الموجودة على الإنترنت زي أوبر كده لكن دي استعمال التكنولوجي على المستوى المحلي لو رحت حتى أنا في مدية الأقصر ممكن تلاقي أن فيه شباب مجمعين مع بعض بيعملوا العربيات الأجرة ممكن واحد بالتليفون تتصل بواحد يجيب لك مجموعة وهما مثلا 30-40-1 ما بيشتغلوش على المنصة المشهورة الشهيرة لا بيشتغلوا بشكل جماعي وعندهم شخص اللي هو البيديرهم اللي ممكن يديهم قروض عشان يشترون العربيات يعني فيه حاجات ريادية على الأرض موجودة مش مبنية على المنصات ولا مبنية على التكنولوجي لكن مبنية على سد حاجة بالطريقة أن الحاجة دي بتعمل عائد وبتعمل أرباح والمشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية مش مشروعات خيرية هي مشروعات بتؤدي نفسه لطريقة الأداء المربح لكنها أهدفها بتبقى أهدف اجتماعية يعني من أشهر ولو قلنا المنصات ففيه حاجة اسمها خان أكاديمي شاب باكستاني بعد ما خلص في الاماي تي للدراسة فضل أنه يعمل مشروع يساعد به يعني مستوى التعليم متدني وبيحتاجه دروس خصوصية فهو جمع بعض الأفراد وسجله بعض الفيديوهات على منصة واعتبر دي هي التوشن أو الدروس الخصوصية المجانية اللي يقدمها الأولاد أكبر منصة في العالم دلوقتي ومجانية ما بياخدش أي فهي دي فكرة يمكن واخدى منصة أو واخدى التكنولوجي لكن هي على الأرض في شركات كتيرة بتاعت تمويل متناثر اللي هي منصات بدأت تكنولوجيا وإحنا عندنا في مصر هنا أحدهم وموجودة في الهند نظرا لأن في قرى فقراء ما بيعرفوش يعني عندهم استبعاد تكنولوجي ما لهمش في الإنترنت والحاجات فبتعمل لهم محل نفس الخدمة اللي بتؤدى أونلاين بتؤدى بشكل يعني مكاني أو فيزيكال لكنها في الآخر ممكن تستعمل التكنولوجيا أو ممكن تستعملهاش هو التكنولوجيا عبارة عن أداة إحنا بنوظفها في الوصول فممكن لو فكرتنا قوية ومش محتاجة أنها يبتوصل للمستهلك اللي هو بيؤدي العائد لها يعني أو اللي بيدفع تمانها أو في حد بيدفعله تمانها بالطريقة اللي هو بتلقم وبنعملها فلكن بشكل عام إحنا بنتكلم عن ريادة العمال وبنربطها بالجامعات وبالابتكارات وبالآيتي لكن إحنا لو تعمقنا لأن فيه أكثر من نوع بنأحل الناس إزاي علشان تقدر أنها تبقى رائد أعمال حقيقي لأن برضو ساعات كتير قوي الشباب بيبقى تموحهم كبير فما بيبقوش عارفين أنهم حقيقي قادرين يقدموا حاجة يعني مجازا كده يطلق على نفسه رائد أعمال وهو بالفعل لا يقدم شيء مختلف فإحنا بنقول إزاي نقدر الجامعات وإزاي تقدر الأماكن المختلفة أنها تأهل الشباب وتساعدهم أنهم يتمكنوا أكتر من خلال ريادة العمال هو فعلا حديث سؤال الجميل لأنه في الفترة الأخيرة في إطلاق العدد كبير من مبادرات حضنات الأعمال في الجامعات وبرامر ريادة الأعمال حقيقة ريادة الأعمال النهاردة بتفكرنا بحاجة زمان كان اسمها التلمزة الصناعية يعني العشر سنين اللي فاتوا تجارب الدولية كلها في الدول المتقدمة والدول النامية اللي احنا بننتمي لي أثبتت أن ريادة الأعمال ضروري يكون لي منتور أو يكون لي مرشد لأن إحنا زي ما حركتها فضلتي الطاقة والحماس والأحلام يعني كل شاب عنده فكرة متوقع أن فكرته هي العالم مش هيئيش من غيرها وأنه إحنا كلنا منتظر أنه يعمل بقى المشروع عشان حياتنا هتتغير لكن ما بيجي على عرض الواقع وبيقابل مشاكل في عدم موجود تمويل عدم موجود الناس مهتمة بالفكرة محدودية الفكرة بيجي له إحباط ويمكن الإحباط ده بيكون إيه عواقب مادية كمان لكن أهم حاجة مش أن العالم دول الوقت يبينتقل من حاجة اسمها تدريس ريادة الأعمال إلى تعليم ريادة الأعمال يعني أنا مفترض أن الجامعات كل المراكز اللي عندها تدريس ريادة الأعمال يكون عندها مجموعة من المرشدين المرشدين هم أصحاب أعمال نجحين عندهم خبرة في المجال بيرجعوا بخبرتهم ويتابعوا الشباب في تنفيذ أفكارهم ويوجهوهم يعني إحنا تقريبا في دراسات كتيرة تقول يمكن أكتر من خمسين في المائة من نجاح طبعا أنا لأقولت نسبة نجاح المشروعات الريادية على المستوى العالمي هي متدنية جدا يعني إحنا عندنا أقل من عشرين في المائة بعد خمس سنين ممكن يكونوا موجودين يعني إحنا معدلات فشل المشروعات الريادية دي عالي جدا لأنها كلها مغامرة وكلها أفكار جديدة وكلها حاجات ما بتبقاش قبول ألا يا حال وإحنا النهاردة في اليوم العالمي للشباب ربما تكلمنا عن ريادة الأعمال تكلمنا عن الأسواق الناشئة تكلمنا عن فرص الشباب تكلمنا عن أن ريادة الأعمال مش مرتبطة فقط بالأسواق التكنولوجية أو بالتطبيقات الإلكترونية ولكن هي يعني مرتبطة بشكل كبير لحتياج السوق لحتياج المجتمع المجتمع لو في نقطة فراغ معينة وقدرت حضرتك أو حضرتك أنك تمليها بهذا الشكل سواء تكنولوجيا سواء عن طريق خدمات سواء عن طريق منافس بيع فأنت كده أو أنت كده قدرت تبقى رائد أعمال بنشكر الدكتور عاطف الشبراوي أساس الإبتكار وراءة الأعمال فيها الجماعة المصرية اليابانية كلمنا النهاردة في اليوم العالمي للشباب كل سنوات الحلقة طيبة يا دكتور كل سنوات طيبين ويارب نشوف مصر مليئة بالمشروعات الحقيقية التي تقدر بالفعل توفر فرص عمل وتقدر تخلق ناتج وريع كويس شكرا جزيلا دكتور شكر جدا شكرا جزيلا دكتور